النهاردة الإسماعيلي أول فوز ليه في الدوري المصري الممتاز بعد 12 جولة نتائج سلبية للإسماعيلي سبع هزايم خمس تعادلات واليوم في الأسبوع الثلاثاشر فوز على الاتحاد السكندري في واحدة من أهم مباريات الكرة المصرية تاريخيا الإسماعيلي النهاردة عمل أداء جيد عمل أداء محترم بس الاتحاد بالمناسبة برضو عمل أداء جيد ومحمد فوزي تقلق مع الإسماعيلي وعمل أداء أيضا جيد الإسماعيلي ماشي بشكل كويس الإسماعيلي ماشي بشكل محترم أو نخلينا نقول عشان ما نبقاش بنبالغ يعني بدأ يمشي بشكل محترم بدأ يمشي بشكل جيد بدأت النتائج تتحسن وقبل النتائج بدأ الأداء يتحسن نسبيا صحيح قبل النهاردة كانت النتائج كلها سلبية بس بأن جولتين كده لا الأداء في حاجة في حاجة وأنا هقف هنا عند نقطة في منتهى الأهمية كل التسريبات اللي ترعت وأكون صريح معكم وواضح جدا هي تسريبات حقيقية كان فيه تفكير من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي من بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مش كلهم مش كلهم إنه كابتن حمد إبراهيم لو كان خسر مباراة اليوم قدام للتحاد السكندري كان يمشي وبصراحة شديدة وبصراحة شديدة دي مش إدارة لو هتفكر بالطريقة دي أو اللي هيفكر في الإدارة بالطريقة دي ده مش شكل إداري سليم مش بتكلم على مش إدارة للناس يعني اللي فيه الإدارة بتكلم الإدارة فكرة الإدارة الإدارة لازم إنك تزبر لازم إنك تشوف خطة طويلة الأمد وخطة أيضا قصيرة الأمد عشان تنقذ الإسماعيلي لكن فكرة المدرب اللي هيجي يخسر مطش ولا اتنين ولا يتعادل مطش ولا اتنين يمشي ونشوف واحد غيره يجي مدرب يخسر مطش أو اتنين أو يتعادل مطش أو اتنين يمشي ونجيب غيره هذه الكرة الإسماعيلي ما بيخلص منها دي مش نظام إدارة يعني وما كانتش كسب النهار ده الكابتن حمد إبراهيم كان هيبقى موقفه صعب جدا في الاستمرار وفاكيته إنه يكسب النهار ده وممكن يخسر المباراة اللي جاي أو يتعادل فيمشي ده برضه يبقى خطأ كبير جدا من إدارة النادي الإسماعيلي لازم استقرار لازم يا جماعة مفيش حاجة اسمها كده مفيش مدرب جاي على فرقة متهلكة على الأقل معنويا ونفسيا مش هكلمك على الأمور الفنية متهلكة على المستوى النفسي والمعنوي تطلب منه فجأة من أول مباراة انقذ الفريق غير مصاري الفريق عايزين مكاسب طول الوقت إزاي يعني؟ لما يحصلش في أي مكان في العالم فالصبر لازم انت خدت قرارك خلاص سواء كان القرار صح أو غلط ده بالنسبة للناس اللي شايفه إنه كابتن حمد ما يكملش أو يكمل سواء خدت القرار وكان صح أو غلط لازم القرار ده يستمر شوف نتيجته في الآخر هتقول لي ما هي نتيجته اللي في الآخر دي ممكن تخلي الإسماعيل في دور الدرجة التانية كده كده الإسماعيلي عايش أزمة الموسم ده اللي هيجي بعد الكابتن حمد لو أنت فكرت بالطريقة دي مش هيعمل حاجة أكتر من اللي بيعمله الكابتن حمد إبراهيم فسيبه سيبه ياخد النظام سيبه ياخد الاستقرار سيبه يشتغل وهو غير مضوط أسخب بالك كون أن أنا وسلي أن بعض أعضاء مجلس دارة نادي الإسماعيلي كانوا بيفكروا فيها أنا مش بقول اجتماع أو اتفاق في إدارة الإسماعيلي على رحيل الكابتن حمد إبراهيم لو كان خسر مباراة للاتحاد ما بقولش كده بس في أصوات كانت في الإدارة كده دي أنا متأكد منها مليار في المية ده بما أنه وسلي ووسل لغيري أكيد ووسل لكابتن حمد إبراهيم وأكيد ووسل للعبين ده شكل إداري غير سليم لازم الإسماعيلي وقضاية نادي الإسماعيلي تبقى متماسكة جدا كاراتها تبقى زكية جدا في الفترة اللي جاية عشان ما يحصلش مشاكل والمشكلة تزيد عليهم أكتر